بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و ألاه السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها سئلة مختلفة سئلة تتعلق بالتفسير و الفقه و قد تكلنا منها في الحلقات الماضية عن مواضيع مهمة أرجو أن تعود إليها لأنها تنزل اتباعا في المواقع المخصصة لها في موقع التلفزيون بالذات فيها الكثير من الفوائد و المعارف الجزيرة التي تعلقت بالتفسير و بعضها تعلق بالقضايا المعاصرة و الفقهية و غيرها اليوم نستكمل بإذن الله تعالى هذه الأسئلة و فيها أيضا فوائد عظيمة أرجو أن تتابعوا معنا الحلقة إلى نهايتها بإذن الله ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد المفت العام للسلطنة الرقم الذي نستقبلكم عليه بعد سرد عدد من الأسئلة التي جاءت عن طريق المواقع هو 249-5-4-6-1-1 فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضل الشيخ حياكم الله و أحيا الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيد السؤال طرحه الأخ أحمد عسري بالأمس و لكنه مطلب للكثيرين خاصة هناك ممارسة للتجارة على كل حال على المستويات الفردية بعد أن وجدت مواقع و شبكات يقول أحمد ما صحة عقد بيع من يجمع طلبات الزبائن و هو لا يملك هذه السلع ثم يشتريها لهم من المواقع و بعدها يبيعها مع فارق السعر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فالأصل أنه لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك فما لم يدخل في ضمانه لتملكه إياه فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه بالبيع و إنما ينظر في تصرفه هذا فإن كان يأخذ هذه الطلبات بالشراء على سبيل الوعد دون أن يبرم عقد البيع فلا إشكال و إما أن يكون وكيلا لهم و له أجرته التي يتفق عليها سواء كانت هذه الأجرة محسوبة في سعر السلعة المطلوبة أو كانت منفصلة يتفق عليها الطرفان الحاصل أنه في هذه الحالة وكيل و العقد لا يكون إلا بعدما تدخل هذه السلعة في ملكه ثم يبيعها لهم أو أن يكون عقد سلم لكنه يشترط في البائع أن يكون ذا قدرة على التسليم بأن يكون مالكا لجنس تلك البضاعة أو أن يكون بالمفهوم المعاصر أو بالأوصاف المعاصرة وكيلا للمصنع أو للجهة التي تملك هذه البضائع وهو يمثلها يستطيع أن يوفر هذه السلعة بأدنى جهد وهو مخول في ذلك قادر عليه وإن لم تكن الصفقة في العين المتفق عليها فإنه سيأتي بمثلها مما يجعل العقد منضبطا على السلعة المتفق عليها وصفا وقدرا وكمية ومواصفات أما أن يبيع شيئا لا يملكه فحينئذ سيدخل نفسه في المنهي عنه شرعا ولذلك يجب أن ينتبه كثير من من يمارسون التجارة في مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يبيعون ما لا يملكون وليسوا هم بوكلاء للجهة ولا قادرون ليسوا بقادرين على توفير هذه السلعة إذا ما حصل أي خلل في الجهة التي يستوردون منها وإن كان العقد عقد سلم إن زعم أحد منهم أنه عقد سلم فلابد أن تكون عنده القدرة الكاملة على التسليم في الموعد المتفق عليه وأن يكون وصف السلعة وصفا نافيا لأي جهالة مزيلا لأي شبهة وكما تقدم المعول في ذلك أن تكون لديه القدرة على التسليم في مختلف الظروف والأحوال ولذلك فإن الأسلم في كل هذه الأحوال إن لم يكن مالكا للسلعة أن يكون وكيلا لهم وليأخذ أجرته على ما يبذله من جهد في سبيل توفير هذه السلع التي يطلبها الناس منه أو أن يكون إبرام العقود والاتفاق عليها بعدما تدخل هذه السلع في ملكه والله تعالى أعلم دعنا نعطي بعض التفصيل خاصة أن هذه الممارسة أصبحت مصدر دخل للكثيرين الآن في شبكات تواصل كما تفضلتم الآن هذا الذي سيكون وكيلا هل يمكن أن يعتبر تلك المبالغ التي يستلمها كأجرة على وكالته ربحا له ويبيعهم السلعة بنفسه نعم هذه الوكالة في سبيل الجهد والعناء الذي يبذله المقصود بالوكالة هنا الوكالة الشرعية ليست الوكالة التجارية الوكالة التجارية أنا أشرت إليها فيما يتعلق بعقود السلم أن تكون لديه القدرة على توفير هذه السلعة وتسليمها بمواصفاتها وبشروطها في الموعد المتفق عليه فهذه الصورة هي عقود السلم عقود مستثناء لأن الذي يحصل فيها أن يكون قبض الثمان قبل السلعة ولذلك ورد فيها من أسلم فليسلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم إلى أجل معلوم لنفي أي جهادة يمكن أن تفضي إلى خلل في هذا العقد وليس الإنسان أن ينزل نفسه منزلة من يبرم عقود السلم ما لم تتحقق في هذه الشروط فهذا الوكالة التجارية يمكن أن يكون مدخلها هنا أما أن يتوكل عنهم أي أن يأخذ أجرة له أي في مقابل جهده وعنائه طبعا الوكالة هذه شفوية من دون كتاب أو شيء لا يلزم بعض العقود نعم التوثيق ليس بشرط نعم قيل الآن متى يستلم مبالغ هذه الوكالة؟ هل يمكن أن يستلمها قبل وصول السلعة؟ يمكن بحسب ما يتفقان عليه نعم نعم لا مانا طيب عندما يكون وكيلا لهم ويمكن أن يجعلها نسبة يدخلها في سعر السلعة لا إشكال ولكن عليها أن يلتزم بنفس السلعة أم له أن يزيد له أن يجعلها يعني أن يجعل القيمة في سعر السلعة جميل فأن يضيف إليها على سبيل المثال نسبة مئوية معينة أو أن يضيف إليها قدرا من المال أيضا لا مانع من ذلك جميل طيب الآن ما يقوم به البعض أنهم يحصلون على وعد من الكثيرين بأن يشتروا لهم مثلا من دولة أخرى بضاعة معينة هذا الوعد يعني أنه سيتكلف شراء تلك السلعة هل يجب عليهم بعد ذلك أن يشتروا تلك السلعة منه حتى لا يقع في الخسارة خلقا نعم أما تعاقدا فلا يلزمهم فإن طرأ عليهم ما يمنعهم من الوفاء بوعدهم فلا حرج عليهم حينئذ فالعقد لم يبرم بعد والصفقة لم تتم وإنما يؤمر المسلم أن يكون وفيا بوعده لكن إن طرأ عليه ما يمنعه وإن بدى له أمر فحينئذ لا يؤاخذ ما لم يتسبب في ضرر حقيقي بسبب ذلك الوعد فإنه لا يؤاخذ بشيء وأما إن تسبب في ضرر على الموعود فحينئذ على هذا الموعود أن يثبت هذا الضرر وما تكلفه وأن يكون ذلك لجهة خارجية يحكمانها أو إلى القضاء نعم جميل جدا من أراد أيضا أن يسأل حول هذا الموضوع لمزيد خاصة الذين يمارسون هذه المهنة أن يطرحوا أسئلتهم إن شاء الله إن لم تصل اليوم فيمكن أن نطرحها غدا بحول الله نأتي إلى سؤال آخر يتعلق بالميراث ولنقرأ هذه الدراما في هذه الأسرة لبعد ذلك تقولون الحكم إن شاء الله الأخ مازن يقول اجتمع الورثة إخوة ثلاثة وأخوات إثنتان لقسمة الورث وهي عبارة عن مزرعة ومنزل تفاجأ أحد الإخوة بأن إخوانه وأخواته قد حسموا أمر قسمة الميراث بالكامل ولا يوجد نصيب للأخ الأكبر بحكم أن والدهم أعطاه نصيبه من مزرعة أخرى مع العلم أن الأخ أخبرهم أن ذلك لم يكن على سبيل الهبة من والدهم إنما اشتراها منه وسلمه المبلغ ولكن أصروا على عدم حصوله على أي نصيب وهنا صمت الأخ عن المطالبة عن حقه بقسمة الميراث لكي لا يغضب إخوته وبعد فترة أعطوه جزءا من المزرعة يساوي ورثة أخت واحدة السؤال ما الحكم في الذي حصل وما الواجب فعله تجاه الورثة الأخوات والإخوة يمكن أن نبين الحكم الشرعي إجمالاً لا في خصوص هذه المسألة لأنه يشم منها رائحة دعوة وعلى هذا فالأصل أن يكون النظر فيها إما أن تتفق الأطراف جميعاً على ما يرضي الجميع أو أن يرفع الأمر إلى القضاء لألبت فيه لكن الأصل أن لا يحرم مستحق من نصيبه الشرعي ويجب أن يحصل على ما كتبه له ربه جل وعلا من نصيب في تركة مورثه وليس لباقي الورثة أن يتواطع على حرمان وارث أو على إنقاصه من حقه وإن حصل ذلك فإن له أن يطالب وأن ينفي عن نفسه ما ظنوا أنه سبب لحرمانه أو لنقصانه بإظهار ما لديه من أدلة أو إثباتات والأصل أن البينة عليهم هم إن كانوا يرون بأنه قد أخذ شيئاً وأنقصوه من أجل ذلك فعليهم أن يثبتوا ما يدعون لكن الحاصل قد يفهم من إمضائه للأمر أنه راض مقر وينبغي للناس أن يتنبه إلى هذا الأمر ما لم يكن له مانع شرعي منعه من الإفصاح ومن المطالبة فالأصل أن سكوته يعد رضاً منه ويعد إقراراً بما فعله سائر الورثة فمن أجل كل هذه التفاصيل قلت أنه في خصوص هذه المسألة هي أشبه بمسائل القضاء منها بمسائل الإفتاء لكن إجمالاً ما يتصل بالفتوى منها هو أنه لا يجوز أن يحرم وارث من نصيبه المقرر له شرعاً من الفريضة التي كتبها له ربه تبارك وتعالى وإن أشكل عليهم أمر فكان يمكن لهم أن يسألوا قبل أن يتفقوا على حرمان أحد منهم أو على إنقاصه من نصيبه والله تعالى أعلم الآن نأتي إلى التفسير الأخ محمد يقول ما المقصود في قوله تعالى أو بقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ومن هم السابقون في الآية العاشرة من نفس السورة والسابقون السابقون السابقون هم السابقون بالخيرات بالطاعات وبتوحيد الله عز وجل وتنزيهه عما يليق به وبالعمل الصالح وبتقوى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وبما يسبقون إليه من صنوف البر وصنائع المعروف وأعمال الخير وتقوى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا هذا الصنف سماهم الله تبارك وتعالى قال أولئك هم المقربون فهؤلاء الذين يحظون بمزيد قرب وبالدرجات العالية وبرفيع المنازل عند الله تبارك وتعالى في جنان الفردوس وثلة من الأولين الثلة أي الجماعة الكبيرة من الناس فمن الأولين أي من المتقدمين لسبقهم واجتهادهم في الطاعات وبلوغهم الدرجات العالية في تقوى الله عز وجل وطهارة نفوسهم وزكاء أخلاقهم حازوا هذا الشرف الرفيع وقليل من الآخرين أي ممن جاءوا بعدهم ممن سلكوا هذا المسلك المرضي واجتهدوا وسابقوا بالخيرات وسارعوا إلى صنوف الطاعات هذا هو المقصود والله تعالى نعم الذين جاءوا متأخرين إذن كانوا أقل عددا لتخلفهم نعم في هذا الصنف لأن السورة الكريمة قسمت الناس إلى ثلاثة أصناف إلى الصنف الأول هم السابقون المقربون ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال عياذا بالله طيب بما أننا تحدثنا عن التفسير سنأتي بهذا الأخ مريانا أو الأخت مريانا ربما في قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له ما معنى قولهم فقد سرق أخ له من قبل وهل هو افتراء عليه أم أن ما صنعه كان حقيقة الذي تطمئن إليه النفس أن هذا كان محظة افتراء من إخوته نعم تبرئة لساحتهم في هذا الموقف ليظهروا أن هذا الذي وجدت الصواع في متاعه أنه ليس بشقيق لهم نعم وأنهم مترفعون عن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يصدر منهم فافتروا هذه الفرية وأما الذي يذكره عدد من المفسرين من ذكر واقعة حصلت في صغر يوسف عليه السلام فلا دليل فيه من نحو قولهم بأن عمته كانت شديدة الحدب عليه فكانت تأخذه إلى حضنها كثيرا وكان عندها منطقة لإسحاق عليه السلام فلما جاء يعقوب والده ليأخذ يوسف إليه فألمها ذلك كثيرا فأخفت هذه المنطقة في ثياب يوسف عليه السلام فلما جاءوا لأخذه أظهرت أنها تبحث عن هذه المنطقة فوجدت في ثياب يوسف عليه السلام فاستبقت وقارنوا هذه الواقعة بوجود الصواعي في رحل أخيه نعم وأنهم من أجل ذلك لما هو في شرعة آل يعقوب من استبقاء من أخذ متاعا عند صاحب المتاع ذكروا هذه المقارنة لكن كل هذه القصص لا تثبت ليس هناك دليل يمكن أن يستند إليه فيها بل الأقرب إلى السياق القرآني أن ما قاله إخوة يوسف كان على سبيل الفرية والكذب نعم فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون هذا هو التفسير الأقرب والله تعالى أعلم أنتم شر مكانا والله أعلم هل قال سمعوه منها الأكثر الأكثر أنه قال ذلك سرا في نفسه نعم الأكثر أنه قال ذلك في نفسه قال أنتم شر مكانا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم هذا الذي أسره في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون و لا يوجد ما يمنع من أن يكون قد قال هذا القول بمعنى أنه لم يشهد فهو لم يظهر لهم أنه يوسف عليه السلام و هو يريد أن يرد على ما قالوه بأن ذلك لا شأن لنا به و الله أعلم بما تصفون و الحال أنكم أنتم شر مكانا لأن الذي بين أيدينا الذي ثبت الآن أن هذا المتاع وجد عند واحد منكم فلكن القول الأول أقرب و الله تعالى أعلم نبدأ في أخذ المكالمات سليمان الحسن الأخ سليمان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك ومرحبا الحمد لله شكرا الله شيخ سؤالي الآن في الوضع الحالي مع إغلاق المحلات صارت الكثير من أحد أقدم خدمة التوصيل مع الدفع السابق نعم ومن هذه المحلات محلات الذهب والفضة فأسأل سواء بالذهب أو بالفضة هل يجوز هذا أن يدفع الإنسان مبلغا مقدما للمحل ثم بعد ذلك توصل له السلعة وهل هناك فرق ما بين إذا كانت سلعة تصل في نفس اليوم أو تتأخر ليومين أو ثلاثة كيف يدفع مبلغا مقدما عن طريق تطبيق معين أم ماذا نعم يحول المبلغ إلى حسابهم مثلا إلى حساب محل نعم تحولوا إلى حسابهم وبعد ذلك يوصلون إلى السلعة طيب إن شاء الله تعالى نزحكم الله أشكر لك سليمان الله يباركك أخ حمد العامري السلام عليكم الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وصلاة وبركاته أياكم الله شيخ دكتور سيف الله يحفظك بداية نسمة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميع صالح الأعمال جميعا يا رب دكتور سيف لدي سؤالين وملاحظة بسيطة أو استفتار بسيط لو تكرم وتسمح لي تفضل السؤال الأول هل يجوز أحد يساعدني لدفع المال بالنسبة للكفار المغلظة السؤال الثاني في قوله تعالى وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعْ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ هل هذه الآية يلهى مثلا تفسير أو معنى بالأشخاص اللي ينشروا محاضرات أو يكون فيها موسيقى يعني قد يكون فيها إثم أو أني أنشر موسيقى في الإستجرام أو أغاني فالواحد يسمع والثاني يسمع والثالث يسمع فيرقع الإثم للمصدر الأول اللي نشر المقطع أو ما هو تفسيرها بالضبط إن شاء الله الاستفسار بسيط دكتور سيف لو تسمح قبل ثلاثة أيام سألناكم سؤال على نهاية الحلقة قلت برحلة الأسئلة للحلقة القادمة أو ما عرف كيف الفكرة كان ولم يقب على سؤالي ذكرنا بالسؤال أنت الآن حصلت على فرصة السؤال الأول القول الأول الإمام مرتبط صلاته بالمأمومين والقول الثاني الإمام غير مرتبط صلاته بالمأمومين فأنا أخذت القول إن الإمام غير مرتبط صلاته بالمأمومين وبطل وضوئي وصيت الصلاة ثم كملت الصلاة وسلمت وعدت الصلاة وحدي هل يجوز لي أو لا؟ طيب إن شاء الله هذا سلت وسمحوا نشيخ شكرا جزيلا الله يبارك بارك الله فيك بارك الله فيك أخ علي العلوي أيوة تفضل الأخ علي الحمد لله الأخ علي الله يحفظك الحمد لله نشكر الله الله يبارك فيك تفضل قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم تابع بالخيرات بإذن الله ثم الآية ثم تكملتها نعم يعني ما تشتير الله طيب نعم نعم إن شاء الله شكرا الله يبارك فيك أخي حمد أخي حمد البوسعيدي أهلا معلكم ورحمة الله دخول كيف الحال وعليكم السلام أخي حمد كيف حالك حيات الله لحباتك عندي سؤالين عندي سؤالين السؤال الأول في مرضى اللي عنده سكر يرتفع والعنده الضغط يرتفع والعنده نصف نصف رأس نصف صدع الرأس نعم صدع الرأس هل يمكن استعمله أدوية في حبة من هذا بدون يشرب الماء بالماء هل يمكن يعني بدون يفتر يكون ماء يفتر يبلع الأقراص بدون ماء طيب إن شاء الله ستستمع الإقابة بإذن الله نعم شكرا والسؤال الثاني تفضل أنا متزوج أزورهم الأولاد لكن الأولاد ما يزوجون في بيك ثاني نعم كيف هذا طيب إن شاء الله بتسمع بإذن الله تعالى نصيحة إليهم وحكما بإذن الله شكرا بارك الله وفيك شكرا جزيلا أعزائنا فاصلا قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم عزائنا الكرام قضرة الشيخ أخ سلمان الفرسي يقول أفتى الشيخ بالأمس أن العجوز الفاقد الذي يفقد أغلب عقله أحيانا لا فدية عليه سؤالي ماذا على من كان يخرج من مال هذا العجوز في السنوات الماضية وحاله هذا وهل يصح له هذا العام أن يخرج عنه فدية من ماله الذي يظهر من السؤال أنهم يشتبهون في أمر العجوز رجلا كان وامرأة هل هو من الأصناف التي ارتفع عنها التكليف أو لا يزال عنده من التمييز والإدراك ما يجعله أهلا للتكليف فمن أجل ذلك كانوا يدفعون الفدية فلا إشكال فيما مضى أما وقد بلغ الحال أنه في أغلب الأحوال يكون فاقدا للتمييز والإدراك فلا حاجة إلى أن يدفعوا فدية لأن التكليف عنه قد ارتفع خصوصا أن تكون هذه الفدية من ماله ففي هذه الحالة لا ينفقون شيئا من أمواله إلا لما فيه صلاح له والمقصود بالصلاح أي ما يحتاج إليه من طعام وعناية ودواء إلى آخر ما فيه صلاح أمره لأن حاله كحال اليتامة والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير فالمقصود أن يكون الإنفاق على ما فيه صلاح لهم أما وقد وأما وليس هناك موجب شرعي لإخراج هذه المبالغ فليس لهم أن يخرجوا من ماله بعدما تبين لهم الحكم الشرعي والله تعالى أعلم إلا الزكاة فالزكاة لأنها حق في أموال الأغنياء للفقراء والمستحقين فهذه لا صلة لها على الصحيح بكونه مكلفا أو لا في التويتر أيضا سؤال من أخت أو أخ المهم ورد الندى هكذا الإسم شخص مشترك في جمعية عاونية أهلية لمدة معينة متى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله سواء حدد له وقت معين للسلام أو بدون تحديد متى أراد مبلغ الجمعية أخذ منها باختصار شديد حينما يمتلك حينما يحين دوره ويقبض هذه الأموال فينظر هي أموال آيلة إليها هل له حول كان يزكي فيه فيضيف هذه الأموال إليها أو لا حول له من قبل فيبدأ في حساب حوله ببلوغ المبالغ التي تملكها النصاب ثم بحولان الحول يقوم بتزكيتها إن بقيت في يده والله تعالى أعلم نعم سؤال آخر هل يمكن للمرأة الذي يطالع ويقرأ الكتب الفقهية والعقيدة أن يجتهد بذاته لفهم الكتب والشروحات دون الرجوع لأهل الاختصاص إلا فيما أشكل عليه أو أنه يلزمه معلم وهل يأثم إن أخطأ في فهم جانب معين دون أن يدرك خطأه فعمل أو شرح أو شرحه بحسب فهمه الذي يظهر من السؤال أنه لا يقصد بالاجتهاد هنا الاجتهاد الاصطلاحي وإنما أن يبذل وسعه في الفهم نعم ولا إشكال كم من عالم كان عصاميا اعتمد على نفسه وفتح الله عز وجل عليه من بعد لكن ليس له أن يتعجل وأن يقطع بما يسبق إلى فهمه وأن يخطي الآخرين لا بد له من معلم يرجع إليه نعم يحل له أو يبين له ما يشكل عليه ويفسر له الغامض ويوجهه إلى ما يمكن أن يزيده علما وفهما فعلوم الشريعة علوم واسعة وهي لها أصول فللتفسير أصول وللحديث أصول وللفقه أصول ويغفل كثير من طلبة العلم عن هذه الأصول وإذا بهم يقرؤون في النتاج في الفروع المبنية على تلك الأصول دون ضبط للأصول فيقعون في كثير من الأخطاء فضلاً عما يحتاجون إليه مما يعرف بعلوم الآلة من علوم اللغة بمختلف أنواعها هذا لا يعني تصعيب الأمور أمام طلبة العلم لكن أن يعول على فهمه فقط دون أن يكون له مرجع يأنس إليه ويأرز إليه ويسأله عما يشكل عليه ويبين له الغوامض فقد يقع في كثير من الأخطاء وقد تكون اجتهاداته هذه اجتهادات بعيدة عن الصواب فما أجمل أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل الذكر وأن يلزم نفسه بمناهج علمية صحيحة حتى يكون تأسيسه تأسيساً علمياً صحيحاً يبلغه بإذن الله تبارك وتعالى المراتب العلمية التي يصب إليها والله تعالى إذن يمكن القول بأن العصامية في العلوم الشرعية غير واقعية لا نستطيع أن نعمم هذا القول على إطلاقه هناك من النوابغ بحمد الله تعالى من فتح الله عز وجل عليهم وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى لا سيما إذا كانت نفوسهم نفوسا متواضعين لطلب العلم فتجد أنه لا يستبد برأيه وإن رأى بعض تناقض فإنه لا يتعجل في الحكم إن رأى شيئاً من التعارض فإنه يذهب إلى المقارنة بين أقوال أهل العلم يبحث في الأدلة يضبط الأصول ومع ذلك أيضاً لن يخلو الحال من أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسائلهم ويباحثهم وهناك ملحظ آخر هو غير ما يتعلق باكتناز العلم مجرداً عن معانيه وروحه فعلوم الشريعة لها روح وروحها إنما تتمثل في حسن التدين وجميل الخلق والتواضع للعلم وقبل ذلك وبعده التواضع لله تبارك وتعالى وأداء حقوق هذا العلم للناس هناك سمت أيضاً لأهل العلم هذا لا يتحصل من الكتب غالباً حتى فيما وجد من كتب أهل العلم مما يتعلق بالتربية والسلوك والتزكية سينظر إليها وعلى أنها معلومات عليه أن يضبطها وأن يحفظها وأن يفهمها دون أن يكون لها أثر في الواقع فروح العلوم الشريعة لا تقل أهمية عن العلوم نفسها فإن لم توجد هذه الثمرة التي تدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى العمل الصالح وإلى حسن المعاملة وحسن الخلق وحسن الانتفاع بهذا العلم دعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفياً للجهل عن عموم الناس وأمراً بالمعروف ونهي عن المنكر وأن يعطي من نفسه القدوة الحسنة فما نفع هذا العلم؟ نعم فهذه المدارك قد لا تتحصل بمجرد أن يلزم الطالب نفسه بالقراءة دون أن يرجع إلى الأمناء العدول من أهل العلم والله تعالى أعلم نأتي إلى سئلة الإخوة الأخ سليمان يقول محلات الذهب أيضاً أخذت دورها في دعوة الناس إلى البقاء فوفرت سلعتها يقوم المشتري بتحويل مبلغ إلى حسابهم ثم يوصلون إليه قطعة الذهب أو الفضة بعد يوم أو يومين المهم في تأخر بين الدفع والتسليم صحيح أن هذا لا يصح شرعاً لا يجوز شرعاً ففي بيع الذهب والفضة لا بد أن يكون العقد يداً بيد فيكون التقابض في نفس المجلس أما أن يدفع المشتري الثمن أولاً ثم تأتي السلعة بعد ذلك فهذا لا يصح شرعاً وإنما يمكن أن يطلب السلعة ثم يكون الدفع عند التسليم الآن وجد من الآلات والوسائل ما يمكن أن يكون معه الدفع عند التسليم عند استلام ما اشتراه الإنسان من ذهب أو فضة يدفع حينئذ سواء دفع نقداً أو دفع بهذه البطاقات لحظة التسليم والسحب من رصيد الدافع استعمل شيئاً من البطاقات المصرفية البنكية يكون فورياً أيضاً ففي هذه الحالة حصل التقابض في ذات المجلس هذا هو الموافق لشرع الله تبارك وتعالى أما أن يكون الدفع سابقاً ثم يكون تسليم الذهب والفضة فهذا لا يصح في النقدين والله تعالى ألم داخل حمد نطرح سؤاله الذي نسيناه سابقاً فيما كان يصلي بالناس وأخذ في نفسه أن يأخذ بذلك القول الذي لا ترتبط فيه صلاة المأمون بصلاة الإمام فشدت صلاته ولم يخبر ولم يقطع الصلاة إنما عادها بنفسه لا أخطأ أخطأ وهذا التوجيه لفعله أيضاً غير صحيح فحينما يقول ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأمومين لا وفقه المسألة في ارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام نعم ولعله التبس عليه حينما قرأ شيئاً من أقوال المسلمين نعم في المسألة ثلاثة أقوال باختصار شديد نعم قيل بعدم الارتباط أي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام نعم وفلكل مصل تبعات أعماله فيها إماما كان أو مأموما وقيل بالارتباط مطلقا وقيل بالتفصيل أما الارتباط مطلقا فهو أن صلاة المأمومين ترتبط دائما بصلاة الإمام فإذا انتقضت صلاة الإمام انتقضت تبعا لذلك صلاة المأمومين وأما القول الثالث الذي يقول بالتفصيل فإن خلاصته أن هذا الارتباط إنما يكون فيما لا يشتركان في العذر فيه كأن يكون المأموم على سبيل المثال جاهلاً بطروق نجاسة لدى الإمام فهنا لا نقضى على المأموم وإن انتقضت صلاة الإمام وفي هذه الحالة لا إعادة إلا على الإمام هذا القول موجود وهو قول في حقيقة الأمر سائغ مقبول لأننا نجد أن ما يحمله الإمام عن المأموم هي أيضاً أقوال وأفعال مخصوصة ونجد أيضاً بعض الشواهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خلع نعله في الصلاة فخلع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا يصلون خلفه نعالهم فلما سألهم بعد الصلاة قالوا رأيناك صنعت يا رسول الله فقال إنما أتاني جبريل وأخبرني أن فيها قذراً فهذه الرواية رغم ما يقال فيها لكن طائفة من الفقهاء يستدلون بها على هذا القول وله أيضاً ما يستأنس به من أدلة أخرى نعم وهو قول وسط بين القولين الآخرين ففي هذه الحالة هو خطأه كان لو أنه خرج من الصلاة واستخلف غير هذا والتصرف الصحيح نعم إن أحدث الإمام في صلاته فليستخلف غيره وبأوسع الأقوال أن يستخلف في أي حدث كان نعم بعض الفقهاء يقيدون الأحداث التي يمكن أن يستخلف فيها ولكن نقول بأن أوسع الأقوال أن يستخلف في أي حدث نعم ويخرج هو للنظر في شأن نفسه إن كان مما حدث ذلك مما يبني عليه صلاته وما يستأنفها من بعد أما أن يستمر ليأمهم وقد تبين له انتقاض صلاته ويكمل صلاته على هذا النحو فهو قد وقع فيه خطأ لأنه منهي عن إكمال الصلاة وهو على غير طهارة عن إتمامه وهو على غير طهارة ما لم يكن هناك أمر يمنعه من الخروج ومع ذلك نجد أن بعض الفقهاء يقولون فليتنح جانبا يعني إن كان لا يمكن له أن يخرج من المسجد فليكن في طرف من المحراب على سبيل المثال وبعضهم قال في طرف الصف فالخلاصة الآن لأن المسألة فيها جملة من المسائل الفقهية والفروع أنه أخطأ ولا خلاف في لزوم إعادته هو وفي هذه المسألة نظرا لأنه أكمل بهم الصلاة وهو يعلم أنه على غير طهارة وأن صلاته منتقضة فالخروج من الخلاف أولى إن لم يكن الأرجح في حقه في هذه الصورة أن يعلمهم لإعادة صلاتهم والله تعالى أعلم سؤاله الثاني الذي عليه كفارة مغلضة هل يمكن أن يطلب من الآخرين أن يساعدوه فيها أم تسقط عنه إذا لم يجد له تسقط عنه إذا لم يجد ويعني ليس هذا من المواضع التي تحل فيها المسألة نعم فتحل المسألة في دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفضع نعم هذه التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إن أعطي إن علم أحد بحاله وأعطى فصار هذا المال ملكا له وله إذا كان يريد أن يحتاط لنفسه وأن يستبرئ ذمته أمام الله عز وجل ويصعب عليه أن يترك خصلة التكفير المتاحة لا فلا إشكا صار هذا المال لكن لم يكن عونه من أجل دفع الكفارة قصدا وإنما لعونه هو ثم يجعل هذا الجزء فيما أراده من الكفارة والله تعالى أعلم على أنه لم يبين لنا الخصلة الموجبة أو السبب الموجب للكفارة ويعني ما يتعلق فلا يأخذ من الجواب إلا بمقدار ما يتعلق بهذا الجزء نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الذي وقع على أهله عندما أعطاه عذقا هل على سبيل العطية وليس الطلب؟ نعم هو لما أخبره كشف له حاله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعينه على ذلك لكن لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فأعطاه من ذات نفسه ولم يطلب فقال تصدق به أن يتصدق به على أهل بيته نعم نأخذ الأسئلة الأخرى وهذا دليل آخر أو هذا الشاهد أيضا على أنه يعني لا يقاس على هذه الحالثة نعم أن الرجل تصدق به على نفسه وعلى أهل بيته نعم لما قال له على من أفقر مني نعم فوالله ما بين لابتيها من هو أفقر مني فهو فعل لا يقاس عليه طيب النص دقيقة الأخ حمد يسأل يقول الذي عنده السكر والضغط هل يمكن أن يبلع الدواء من دون شرب الماء من دون أن لا 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 هذا لا لا هذا يعني ناقض للصيام لأنه يتعارض مع الإمساك نعم فهو يدخل إلى جوفه عبر منفذ مغذ فينتقض بذلك صومه نعم وإنما رخص الفقهاء المعاصرون في الحبة التي تكون تحت اللسان لمرضى القلب نعم لأنها تمتص يعني تحت الجلد فورا نعم من اللسان ولا تبلغ الجوف أما هذه فتصل إلى الجوف عبر الفن فهي ناقضة للصوم وإنما له مندوحة إن بلغ به المرض حدا يحتاج معه إلى الفطر فإنه يفطر يومئذ ويقضي صوم ذلك اليوم والله تعالى أعلم السؤال الثاني المتعلق بأبنائه إن شاء الله سيكون غدا بإذن الله ربما ينتظر منكم أيضا إجابة ونصيحة شكرا لكم بإذن الله بارك الله عزيزينا الكرام شكرا لكم على المتابعة نشكر وإياكم فضلة شيخ الجليل خروص لمساعد مفتر عام للسلطنة في هذه الحلقة يعني إجابتان بارزتان نرجو العودة إليهما بإذن الله تعالى الأولى ما يتعلق بممارسة التجارة الإلكترونية كما يفعله كثيرا من الناس اليوم أحدا في بيوتهم عن طريق التعامل العرفي أو المجموعة الواتسابية والثاني أيضا ما يتعلق بشراء الذهب دون أن يكون هناك تسريم مباشر هناك تفصيل ذكره الشيخ أرجو أن تعودوا إليه بإذن الله تعالى نلقاكم غدا لبحث أسئلة جديدة إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته